عمر 72 سنة يعني ايه اكيد رجل بعمره بهالعمر ما اكيد بدي يكون عنده شي خاف منه بس 72 سنة بضل في رغبة وادرع عند الرجل ولو حتى بالسبعين كان بيعاني من مشاكل اخرى ايه اكيد عامل عملية عنده هيدا اكتشفتي ايمتا لما صرت عنده بعد اسبوع بلا شوي حكينا شوي شوي انا وعنده صور بعد اسبوع اهلي اتصلوا فينا وحكوا معي عم يتطمنوا عنه شو صار معك شو ما صار هو سمق اختي عم تحكي معي بعدين صوري هو صوري حكيني هيك بشوي شوي ليه ما صار حكي قبل الزواج قلت له قلت له ليه قبل الزواج ما قلت لي انه انت هيك وضعك ليه ليش لما صرت عندك عم بتلي انا ما كنت عارف ما كنت عارف حوله انه هيك رح يصير معه في مشكلة نفسية او مشكلة عضوية مشكلة صحية كيف شو قصدت انا اكتشفت عنده مشكلتين عضوية ونفسية لما لما مرأة صارت زوجته بتكتشف بعد بزواجهن انه زوجها بعانة من مشكلة عضوية ومشكلة نفسية اي خيارات بكون عندها اكيد تبدي شو فيها تعمل تقول له معلش تعالج وانا بيعيش معك وبيصبرك معلش ليه كنت بدك تستمر معه انه مصر انه نحنا مجتمع شرقي بتعرف انه مصر دي اسبوعين عنده انه طلق لانك مقتنحة لازم توقف حده او لانه المجتمع بده يطلع فيك لاه بدي يوقف حده انا بس شو كان الاولوية المجتمع الاولويه او توقف حده بصراحة بصراحة بالاول يوقف حده بس هلأ قالتيلي المجتمع كيف المجتمع بأن ينظر أنه مصري جمعتين مجوز ويطلق أنه تعرف المجتمع عنك .شو بدي ينظر أنه هالنظرة شو بدي ينظر؟ إذا نظر المجتمع شو بأثر فيك أنه ما بأثر بعرف أنه بعرف أنا بعرف حالي وهو قللي أنه أنا عارف حالك أنت شو أنا بعرف وأهلي بعرف بس أن المجتمع عنا يعني المرأة بدأ تسكت وما بدأ تحكي وما بدأ تطالب بحقوقها وبدأ تبقى مع رجل خدعة كله هيدا كرميل المستوع أولك منطق لا لازم واحد يحكي وطالب بحقوقه هو كان متساهل معك بمعنى يعني كان متساهل يعني كان دغري مستعد يطلق أو الرجل بخبي ضعفه بالمرأة حاولت اللي يتفوض معاه أنه بتا فيهم بينه وبينه أنه كله أوكي وروحنا عند أهل يعرفت ليه بتاوافق ما بده حدا يعرف أكيد كرميل أنه عنده عجز ما بده المجتمع يعرف سبب الطلاق بأول ليلي طلب مني إشلح فصان فصان العرس وقعدنا تعشينا حط فيلم رعب أنا طربته عاضي وفدت نمت بيت شهرين عنده نفس القصة ونفس الموضوع بعد شي أسبوعين جي من الحكيم جيب معه تقرير أنه هو عاجز في كل مية بعدين أنا صرت العالم كله فضعتني أني أنا مجاوزة صرت هلأ مجاوزة قال لي معنى أنت بعدك مثل ما أنت قال لي اوكي أنا بارد أنه أنا باردين مثل ما أنا وأنت بتعرف وأهلي بيعرفوا بس المجتمع كله رح يعرف العالم كله رح تعرف قلت له أنا ما بدك البيت إلا ما تطلقني تعطيني حقوقي وتقل لي الله ما خدت ورقة الطلاع أو موظف المحكمة لما عرف أنا أخذي فلان وقال لي معك خبر أنه أنت رعا أمية هو يعني تري عنده إياها مثل هواس أو شي بس بدو المرأة تعد جنبو تغنشو تحتم فيه وبعد جمعة بيوضي عنده قبل ما تكملوا شتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس هدى أنت زوجي رقم؟ مية ما فهمت؟ لما رحت على المحكمة قدم دعوة الطلاع قال لي الموظف اللي بالمحكمة أنت مدامته؟ قال لي ماك خبر أنت رقم مية؟ طلعت في ذلك أنه استغربت أنه طلع علي أنت رقم مية وشو يعني؟ قال لي أنت رقم مية بالزواج يعني عامل نجوز كذا وحتي قبلي بالمحكمة قالوا لك أنه مزوج قبلك تسعة وتسعين امرأة وانت زوجته رقم مية يعني أنا الضحية رقم مية هيك قال لي الموظف للمحكمة قال لي كيها مجيزيا مية هيك أنه مجوز كتير أو كان أعصد رقم مية؟ لأ يعني هو ما أعصد يمكن مية مية بس أنه مجوز كذا حضا بس قبل كامل لما رحت أنا وكنت خطة جاوزة عند مأمور النفوس طلع في هيك مأمور النفوس هيك قال له السجل عندي معضي الساعة من الأسماء من معضي الساعة عندي السجل أما طلعت أنا هيك بس ما استغربت بس ما لعم بيقول هيك بس ما عارفت شو يعني بعد ما صرت عنده ولا عرفت ليش مأمور النفوس كمان هيك قال له قبل ما لما تقدم لك أنتوا بأجواء نحن هون بالبلد كله بلد صغير كيف إذا بجو ضيعة العالم ما كانت تعرف عنه شيء العالم ما حدا قال لك أنه كان مجوز قبلك ما حدا عارف شيء مسألتوا عنه لا ما مسألنا لأن تعرف لأن القصة صار طري بسرعة يعني أقل من شهر بس مسألتوا عنه عادتا دائما لما بصير في زواج أهلي بيسألوا كان بيسألوا عنه بس أنا قلت أنه رجال كبير بهالعمر وفيه مصاري وبدي عيش معه كم سنة هيك لا طريق كلامه اللي قاله هو يخليني أنه هو كثير قلت لي أنه بعيش معه كم سنة ما هو طريق كلامه معي يعني أنه بعيش معه كم سنة حلوين آه حلوين مش أنه كم سنة بعدين ما أحواله أنه أنه أنت كان ببالك يعني كان ببالك تجوزي سنتين ثلاثة يموت تأخذي مصرياته وتعيشي حياتك لا لا عن جد ما كان أفكر بهالشي كله أبدا بس هو كان وعدني أنه بده يورسني بده يحب تلي شيء بإسمي أنه بتعيشني عيشي أحلى من العيشة أنا عايشتها مش هناك مسألته عنه والعريس كان عريس بصراحة أنا نعني فيه كثير ما كان يحكيني على التلفون أنا كلامه وهيك أتناعت فيه وأنا خلاص وسقت فيه لقلو أهلي وأخواتي وكلهم كانوا بدون يسألوا وهيك بس أنا قلت لهم خلاص قالوا كانت لهم رجال بهالعمر أنا شو بدي يكون يعني شو بدي يكون يطلع منه أو شيء دير بالي عليه بعشي كم سنة معه هيك هيك صاركت يعني أنا أنا اللي كنت ما تنعترش فيه سؤال افتراضي ما بعرف يعني قولك تسعة وتسعين إمرأة قبلك كمان عاشوا نفس الخيبة بأول ليلة ونفس التجربة أنا حبيت اتواصل من حدا منه وانه هيك بس ما ما قدرت حاولت تتحقق من الموضوع تسألي أكتر تتأكد إذا المعلومات صحيحة هو مظبوط أنه مجوز كذا حدا اتأكدت من الناس بيقربون يعني هيك قالولي أنه هو هيك بيتجوز بضل واحدة أكتر من جمعة جمعتين ما بتضل عنده قالوا منيح لي أنت ضليتي عنده صبرتي عنده شهرين السؤال ليه بقيت معه شهرين إذا الموضوع نكشف من أول جمعة لأن أنا قلت له بدي بنا نطلق بالمحاكم ما قبلت معه ما عمل علي عرض قلت له بدي فوتك على المحاكم وفي المحاكم بدي طلق وبيدي حقوقي ظلت أنا قعدي عنده عمل مستحيل هو مشين أنا أترك البيت ما تبت البيت حتى ما نعني أطلع لبره صرت ظلت شهرين قعدي عنده بالبيت ما أطلع لبره زير بيك؟ ما خلي نشوف حدا ولا خلي أهلي يروح يجوا لعندي ليه زير بيك؟ ميشين إذا شفت حدا أنا لكن بدي أحكي له إنه شو صار شو عم بيصير معي زربيك؟ إه اليوم أنت إمرأة حرة بعد هيك تجربة قليمة شكرا شكرا إليك هدى شكرا إليك لأروح القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب